صراع يشتعل وأسعار أيضا لا تبتعد كثيرا عن هذا المنحة وتصعد لمستويات قياسية وتحديدا في المعادن بسبب الخلاف ما بين روسيا وأوكرانيا واشتعال حدود البلدين ما هي تفاصيل اشتعال هذه الأزمة ما بين البلدين وكذلك أيضا الأسعار المتعلقة بالمعادن بداية سعر معدن النيكل معدن النيكل تمتلك روسيا منه أو تنتج منه 7% من الإنتاج العالمي وهو ما يعني سيطرتها بشكل واضح على هذا المعدن كثالث أكبر منتج في العالم وتمتلك نحو 6.9 مليون طن قرابة 7 ملايين طن من النيكل النيكل بسبب الاشتعال في الأزمة ما بين روسيا وأوكرانيا صعد لمستويات هي الأعلى في أكثر من عشر سنوات ماذا أيضا عن مستويات معدن النيكل الأخرى التي شاهدناها وهي أيضا ترتفع خلال العام الماضي والعام الحالي بسبب نقص المعروض نهيكة طبعا عن الخلاف ما بين الدولتين وروسيا التي تنتج النيكل كثالث أكبر دولة في العالم نشاهد ارتفاع المعدن في عام 2022 فقط منذ بداية هذا العام نشاهد ارتفاعات بـ 18% وفي 2021 شاهدنا ارتفاعات بـ 25% للمعدن الذي ارتفع نتيجة نقص المعروض والسيطرة الروسية فيما يستخدم معدن النيكل وما هي أهميته بطبيعة الحال النيكل يستخدم في صناعة الفلاد المقاوم للصدق والأمر الهام الآخر بطاريات السيارات الكهربائية وهو الأمر الذي تتسابق عليه الكثير من الدول في إطار تحولها للطاقة النظيفة واستبدال السيارات ذات الاحتراق أو الاحتراق بالوقود الأحفوري إلى السيارات الكهربائية وبالتالي يعزز الطلب بشكل واضح على السيارات والبطاريات الكهربائية من ناحية أخرى نشاهد معدن الألومنيوم الذي يصعد لأعلى مستوياته على الإطلاق لماذا هذه الارتفاعات القوية؟ لأن روسيا تمتلك أو تنتج 6% من الألومنيوم الذي يتواجد في العالم وبالتالي أي صراع يرفع المعدن في الوقت الحالي وهناك استخدامات عديدة بطبيعة الحال لمعدن الألومنيوم وأهمها أيضا فيما تعلق بمكافحة التغير المناخي صناعة الألواح الشمسية وأيضا العلب التي توضع فيها الكثير من المنتجات وبالتالي كل هذه الأمور ترفع أسعار المعدن نظرا لكثرة الطلب وتحكم روسيا وحدها في 6% من الإنتاج أكبر الشركات الروسية المتجالية الألومنيوم وهي روسال ارتفع سهمها منذ بداية عام 2021 وحتى الآن بأكثر من 100% تحديدا 111% منذ بداية عام 2021 كذلك أيضا النحاس يبقى في قبضة الإنتاج الروسي كون روسيا تنتج 10% من إنتاج العالم وأن نحاس بطبيعة الحال أيضا يشهد المزيد من الطلب نشاهده يستخدم في بناء المنازل تصنيع أشباه الموصلات وهو الأمر الذي يؤرق دول العالم أجمع فيما تعلق بأزمة أشباه الموصلات والرقائق التي تؤثر على صناعة التكنولوجيا في مختلف مناحيها وكذلك تصنيع الإلكترونيات إذن الصراع الروسي الأوكراني يضغط على أسعار المعادن ويجعلها ترتفع بشكل واضح بل إنه يضغط على العالم أجمع كون هذه المعادن تستخدم في صناعات حيوية اشتركوا في القناة